جماهير القلعة الحمراء دايما بتطلق على واحد من اللاعبين النهاردة احنا دايما لما بنيجي نتكلم زي ما قلت لحضراتكم يعني اول امبارح كنا بنتكلم عن مارسيل كولر امبارح كنا بنتكلم عن سيد عبد الحفيز النهاردة هناخد بعض اللاعبين نتكلم عنه النهاردة عيد ميلاد اكرم توفيق نجم النادي الاهلي اكرم رجولة اكرم توفيق واحد من اللاعبين اللي يجبرك انك تحبه وتحترمه وتتعلق به جماهير النادي الاهلي بتطلق على اكرم القاب كتيرة جدا داي لقب الجوكر وقلب الاسد اكرم توفيق من اللاعب مع النادي الاهلي تقريبا سبعين مباراة سجل هدف صنع ست اهداف في 4216 ديئة لعب ونجح في التتويج مع القلعة الحمراء بالدوري مرتين وكاس مصر مرتين ودوري الابطال الافريقي مرة والسوبر الافريقي مرة وبرونزية كأس العالم للاندية مرة والسوبر المحلي مرة بجانب كأس الامم الافريقية تحت 23 سنة مع المنتخب الاولمبي وشاركه في اولمبياد توكيو انتقل اكرم توفيق من امبي الى النادي الاهلي في صيف 2016 مقابل 700 الف يورو بعمر ال 17 سنة من اجل اللعب في فريق الشباب وكذلك الفريق الاول الكاف بيحتفل بعيد ميلاد اكرم الذي لا يعرف التعب زي ما صفحة الكاف الخاصة بدوري ابطال افريقيا وصفته اكرم لا يعرف التعب وبيحتفل اكرم توفيق اليوم بعيد ميلاده 25 موليد 8 نوفمبر 1997 بمديرة كفر سقرب الشرقية